يعني خصوص الباكتلوس يعني احنا كنا بالقول ان ممكن يحصل باكتلوس بسبب اللي بيحصل يعني البفر او بيحصل الممر بتتميلي يعني في حاجة غريبة بتحصل لساعات مثلا ان ببعت لحد حاجة اللي هو بيستقبلها بس الحاجات اللي هو بيبعتها لي ما أنا بيستقبلهاش فهل ده لي علاقة بان مثلا الباكت اللي باكت عنده بيحصل فيها لط يعني بيحصل فيها دي ليه او بيحصل فيه كيو من ناحيته من ناحية انا الدنيا اسرع ولا دي بتبقى ايه نظامها بالضبط القصة بتبقى يعني بتبقى فيه فرق ما بين حتة على الوقت هو احنا بنتكلم على مستوى ايه اللي بيبعته لما نيجي ان شاء الله نتعمق في موضوع الموديلز بتاعتنا اللي هي الانترنت لييرز ونعرف الابليكيشن ليير والنتوورك ليير والنتوورك ليير وهكذا هنعرف كل ليير على حدة ايه مسؤولياتها وايه اللي بيحصل فيها بالظبط ففيه بس على اجابة لسؤالك في شكل مؤقت دلوقتي احنا فيه عندنا طريقين اللي هو sending وطريق receiving فممكن حاجة من ناحيتك او من ناحيته بتبقى بتسمح وبتمنع المواضيع ده ممكن تكون على الجهاز بتاعك او على الجهاز بتاعه او على الاجهزة بتاعت النتوورك اللي انت موجود فيها او هو موجود فيها فالمواضيع لما تيجي تتوضح لكم ان شاء الله هتلاقي نفسك ايه بدأت توضح الصورة معك اكتر يرافك ليه اتجاهات وممكن يبقى قلود في اتجاه ومعمول له او معمول له في اتجاه التاني او فيه في عملية كناشي احنا تقريبا واقفنا عند الجزئية دي المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن باكت لوس وعرفنا امتى يحصل باكت لوس ويزميلكم لسه بيتكلم فيها وبيقول ان لما size بتاع البوفر بتاعي يتميلي تماماً بتبدأ خلاص كمية ال data اللي دخلاني خلاص انا ما بقدرش استوعب اكتر منها فبالتالي بيحصل او packet loss في اللحظة دي تماماً وذلك بيحصل دايماً امتى لما يعني بعد تكويني ال cue والcue ده تبقى size بتاعه اكبر من الايه من ال buffer size او memory size بتاعت الايه بتاعت ال device فلو احنا قلنا ان ال device ايه بيبعد بسرعة اكبر من السرعة اللي بيخرب بيها ال output نماماً فهيبدأ تكوين cue والcue دوت هيبدأ اذا تطلع ال data بتاعته one by one للغاية ما يتميلي تماماً وانص ان هو اتماله هيبدأ ال data اللي جاية فيما بعد يحصل لها ايه drop it عشان كده بقى بنشوف عايزين نحسب حاجة اسمها robot robot في النتورك بتاعتنا ده بيسمى rate اللي النتورك شغلة به يعني انت بتقول انا مثلاً على مستوى اللينك ديت انا ماشي بسرعة عالية جداً انا ماشي بسرعة 100 ميجا بيت برسكند على مستوى البيت ولكن انا بستقبل انترنت الفايل بتاعي بيداونلود ولا بيتابلود بسرعة اثنين ميجا ولا تلاتة ميجا فانا انا مش مستخدم الوصلة من عندي لغاية السايت اللي انا فتحه غير بسرعة اثنين ميجا فقط على الرغم ان الوصلة ما بيني وبين الروتر سرعتها 100 ميجا بيت Pelst في اللحظة دي هنقول نحن بنحسب الروت إفافيشنس متاعت الوصلة عموما من اول السورس لغاية البيت فما نشوف هو كمية ال داتا الي تباعت في وحدة الزمن ادي ايه بالزد نحن ده بيصمه عندنا حاجة أسميه اثروت يبقى هو الريت اللي بتتباعت في مجموعة بيتس في مبين السندر والريسيفر تمام في وحدة الزمن ممكن تكون وحدة الزمن دي تكون الساكند أو المينيت أو الميلي ساكند على حسب نوعا ايه الوحدة المستقدمة الروبوت ده ممكن يتحسب في جزئية معينة وممكن يتحسب أفريج على التوتال لينك عم مثلا فممكن اقول الروبوت ما بين السورس ما بين السيربر بتاعي والروتر ممكن يكون عالي والروبوت ما بين الروتر والديبايس ده اقل شوي طب ساعتها الروبوت هيبقى قد ايه هل هو الكمية يعني لو اعتبرنا الروبوت بتاع اللينك الاولانية ده ما بين السيربر والروتر اسمه RS ودي اللينك كبس بتاعتنا وهنا هو الباندويتس بتاعت الارسي اللي هي ما بين الروتر والديبايس دوت او البي سي دوت اسمها RC اعتبر يا سيدي ان الروبوت هنا اعلى كمية الداتا اللي بتتبعت في الثانية الواحدة اعلى بكتير من كمية الداتا اللي بتتبعت في اللينك دوت انهي الروبوت هيتحسب ازاي حد يفكر كده معي هل هيكون الريت الاقل الله ينور عليك فلو اعتبرنا ان الريت بتاع الارس اقل من الريت بتاع الارسي فالاوتبوت بتاعنا هيكون الابريج ما بين الاتنين هيكون الاقل طب لو اعتبرنا الارس اكبر من الارسي يبقى الارسي هي اللي هنحسب على اساسها ايه دايما بتتحسب بالايه بالاقل لان دا الاقل دايما بيعمل لي حاجة ازاي البوتل نيك لما يجي انت تفرغ زجاجة كده من المحتويات بتاعتها الزجاجة ديت لها فوهة من فوق فبتبتدي تنزل السائل اللي موجود فيها على فترات الفترات ديت محكومة بالايه بالقطر بتاع الايه بتاع الفوهة لكن انت لو مسكت مثلا كوباية ودلقت اللي فيها هتتدلق في ايه انه طايم كوباية طبعا مفتوحة من وسهل الايه انك تسكب اللي فيها مرة واحدة لكن لو استخدمت زجاجة مثلا فانت بيقول لك احنا بنخرج من عونة الزجاجة من عونة الزجاجة يعني الموضوع صعب فده بيخلي فيه ديلي ويخلي فيه وقت في عملية نقل الداتا او الداتا فلو بتقل يبقى في عندنا بيظهر عندنا حاجة اسمها البوتل نيك ودية بتسبب امتى نتيجة الديلي اللي بيبقى في لينك لينك اقل بطئا من اللينك التالي تمام يا شباب طبعا زي هنا برضو هنا اعتبر ان عندنا عشرة كونيكشنز بتوصلين في الطانل ديت اللي الباندوتس بتاعتها ار فلو حضرتك جيت وزعت بشكل متساوي ما بين الاجهزة دي وبعضها فاكيد كونيكشنز هتتاسم على عشرة سرعة الجهاز دوت اللي هو الارسي دوت هتبقى عشر اللي هو هيستخدم من الباندوتس ديت العشر ثم دوت هيستخدم العشر وهكذا لغاية ايه ما تخلص بتاعتنا طيب انكسل ان العشرة اجهزة دولت بيبعتوا في نفس اللحظة الروبوت بتاعي هيتحسب ازاي قال لك احنا هنشوف اقل لينك موجودة عندي هنا وقت بتبعت داتا تمام منهم واقسمها على عشرة يبقى المينموم بتاع كل اللينكات دولت اقلهم على عشرة لو احنا قلنا ان عندنا اجهزة ارسي بتبعت للسيربرز الارس دولت واجمالي عدد الاجهزة الشيرد في الكونيكشن ديت هم عشرة كونيكشن فالعشرة كونيكشن دولت هيسببوا لي اختناق نتيجة كلهم بيتسرعوا في الارسال والاستقبال في نفس اللحظة والوسط ده شيرد ميديا ما بين العشرة اجهزة وبعضهم يعني السرعة متقسمة على عشرة طيب عشان خاطر اضمن وصول الداتا هحسب بانهي افرض اللينك ما بين اللي هو الارسي ديت وما بين الار اس ديت كانت ميت ميجا واللينك اللي هي ما بين هنا كانت عشرة ميجا فقط فانا هبعد بالميت ميجا ولا هبعد بالعشرة ميجا اللي هي اللي انا محتلها من الوصلة دي فقط عشرة الى عشرة لان دوت ايه شيرد ميديا بتتقسم فيه السرعة على عشر على العشر كونيكشنز واقل سرعة انا ببعد بيها هي اللي بتتحسب بيها الايه اللي بتتحسب بيها الثروبوت والغاية هنا يبقى احنا اتكلمنا في الفترة اللي فاتت في الانتروداكشن ديت على البرفورمانس من وجهة نظر اللص والدلي والثروبوت واعرفنا انواع دليل حد يفتكر معي المرة اللي فاتت كده كنا بنتكلم عن الدليل بنحسابه ازاي خدنا اربع انواع من الدليل حد يقدر يذكرهم لي والترانسميشن والكيوينج معلش عالي صوتك تاني ترانسميشن دللي سمعتها منك ايه تاني انا ستفعل ممكن يكون عندي مشاكل في المايك فهيحاول اعربها لعدم نا ايش اتفت والترانسميشن 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 والكيوينج والشفاكر اهو حاجة بكل صراحة مين فاكر يا شباب البروسيسنج بروسيسنج تمام اجمال الديليز ديت بسميها ايه عندنا اسمع النودة الديلي تمام بروسيسنج ايه تاني بروباجيشن بروباجيشن ترانسميشن استمع انا ممكن اكتب لو اسهل لا اكلم بسم سمعك كيوينج دلي تمام جدا نبقى دول الاربعة ديليز اللي هما بنحسب بيه منيضة ديلي وايز جدا هنتقل بقى لاخر بوزقية في الشابطة بتاعنا الانتردكشن الى وهي السيكيوريتي من اخطر واهم الايه النقاط اللي ممكن نتكلم فيها في عالم النتورك الى وهي هاو تسيكيور النتورك بتاعته فلو بنتكلم على الانتورك سيكيوريتي في الاساس فالانترنت ما كانش معمول او في البداية ان هما بمعمول حسابي ان الموضوع ان انا هعمل حسابي ان الداتا بتاعتي هيحصلها ستولين او ان حد هيحاول يأتاك الديفايسيز اللي هي شيرد مع بعضها كانت الوظيفة المعمولة فيها من الاساس نقل الداتا من مكان لاخر لا اكثر ولا اقل ولو كنتوا مثلا يعني حد فيكو هيقرا فيما بعد اللي هي الجزئية بتاعت الهيستري فهي هي بدأت على مراحل وعدد الكونيكشنز اللي قعدت سنين لغاية ما اوصله متين كونيكشن متين كونيكشن بيشير مع بعض نقل الداتا ما بينهم وبين بعضها يعني الاساس في فكرة النيتورك كانت ايه ان انا اشير الريسورسز ان انا اقل الريسورسز المستخدمة في النيتورك مش كل جهاز مثلا بجيبه اشتري له برينتر واستخدمه ومش كل جهاز اشتري له هارد كبير طب انا ممكن اعمل سنترال ستوريج اخزن فيها الداتا بتاعتي وكل الناس تقدر تأكسز الستوريج ديت ويبقى شيرت ما بيننا وبين بعضنا ظهرت بقى فكرة ان البلاك هات او الناس اللي هما بيتعاملوا مع الداتا بشكل مش ظريف قالوا انهم بيحاولوا اتاكد داتا يبريك السيكوريتي طانل اللي ما بين الاجهزة وبعضها يكرابت الداتا زي ما بنشوف في بعض الامثلة دلوقتي هنزكر منها بعضها زي الرانسام ويرك ده وقت يعملك انكريبشن للداتا ويقايدك عليها فالفكرة في الاساس ما كانتش ابتدعم السيكوريتي الا مع ظهور المشاكل ديت مؤخرا فبدأت الناس تتجه لفكرة تأمين نقل البيانات مدام حضرتك بتستخدم شيرت ميديم ومن اكتر المشاكل اللي بتقابلنا في الشيرت ميديم الوائرلس لان حاجة غير محكومة بالمرضة اسمها انجايد ميديم زي ما اتفقنا فالبروباجيشن بتاع الداتا او انتشارها ما بيبقاش جايد ما بيبقاش محكوم انت عارف ان انت الاكسس بوينت بتاعتك ديت اللي بتنتق تنقل الداتا سرول وايرلس ليها 25 متر مثلا مسافة او اكثر او اقل فانت وزن 25 متر دولا اي حد موجود في الجوار يقدر يكابتشار الداتا ديت او يقدر يكون نكت على النتورك بتاعتك ديت اذا كان الموضوع سهل يعني فبدأت الناس تتجه لتأمينها ويعملوا بقى انواع من انواع الانكريبشن لتشفير البيانات عشان يصعبوا فكرة الاتاكينج او يصعبوا فكرة ان حد يستول عن داتا ديت او يخترقها لكن الموضوع ما بقاش يعني سيكيور بنسبة 100% السيكيوريتي ما حدش يقدر يطلق عليها ما حدش يطلق على لفظ على سيستم انه سيكيور 100% دايما بتظهر صغرات ودايما الشركات بتحاولت ايه تعالجها او تضل عليها حلول اول باول واحيانا شركات السيكيوريتي نفسها بتشارك في انشاء الايه في انشاء السجرات ديت يعني حتى من بعض الوظائف اللي بتشغل بها الناس شغلانة تستر يعني واحد شغلته في الاساس انه يكتشف صغرات يبقى انت راجل شغلتك قاعد في الشركة ديت تخترق في الشركة انت يعني هي شركتك وانت شغل فيها بس بتحاول تأتيك باي طريقة باخرى يعني واحيانا بعض الشركات ما بيجيبش اللي بذي بيتأجرهم يعني بيجوا يعمل لهم الناتورك بتاعتهم ويعمل لهم او بنتريشان تست عشان يشوف السيستم بتاعك سيكيور بنسبة قد ايه ويبتدوا يوفر عليهم بقى سيليوشن لعملية ايه السيكيوريتي بتاعت النتورك يعني يا موقع والموقع ده بستخدمه في البيع والشراء فالناس لازم اأمن عملية ايه نقل الداتا ونقل تأمين عملية الدفع الالكتروني ما بين اليوزر وما بين السيرفر فلازم اتطمن ان الكلام ده بيتم بشكل سيكيور لو حد قالك من قيمة مثلا عشر سنين كده ادفع بالمستر كرد بتاعتك حاجة اونلاين قدت هتبقى متطمن وتستخدمه الموضوع كان فيه تخوف من زمان بدأت الناس مع تأمين المواقع بقى والسيكيوريتي العالية كده تبتد تتطمن وتايه وتستخدم الموضوع ديت وان كان بيحصل على فترات كل فترة اكيد انتم بتسمعوا عنها احنا بقى هنشوف على مدار الشابتر دوت ايه انواع اللي ممكن بنشوفها من الباد جايز دوت وازاي ندفند فبن نعمل دفنس للسيستمز بتاعي اول نوع من انواع التاكت الباد جايز بتعملها حاجة اسمها الباكت انسبيكشن او انترسيبشن سولي باكت انترسيبشن نوع من انواع السنيفنج يعني ايه حضرتك انت انا هتبر ان اليوزر بي تماما اللي هو قاعد على الجهاز اللي هو البي سي بي دوت تماما بيحاول اكسس السيربر اللي هو ايه وليكن السيربر دوت ما يكن يوتيوب ولا فيسبوك ولا حاجة بدأ بيبعت الداتا بتاعته اكيد بتوصل ثرو مجموعة من اللينكس والمجموعة اللينكس ديت بتعديك على روترز او سويتشيز وفي الاخر بتوصل فيه مبعد للتارجت بتاعك اللي هو ايه طب على اعتبار ان فيه من ان دا ميدل او شخص قاعد معاك في النتورك ديت الشخص دوت يقدر لو هو معاك في نفس النتورك يقدر يعمل حاجة اسمها سنيفنج يعني ايه سنيفنج هي طبعا جاية من التشمم وبيعمل حاولي مجموعة البيانات اللي انت بتبعتها اللي رايحة جاية في الميديا ديت وفي الميديام دوت ويبدأ يعمل لها انالزز فان كيس ان الداتا بتاعتك تحتوي بقى على باسوردات على فيزا كاردز على اي معاملات بنكية فبيحاول يقدر ايه يكابتشا او يسنيف الداتا ديت وياخدها عنه وده عم بيظهر الكلام دوت اكتر زي ما قلنا في الاماكن اللي هي بيحصل فيها برودكاستنج او يعني شيرد ميديام زي الوايرس فالاخ دوت اللي هو السي ده بنسميه عندنا بيعمل عملية حاجة اسمها سنيفنج سنيفنج ده نعمل كابتشا بالداتا وبيبدأ يعمل لها انالزز ان كيس ان الداتا ديت مت انكريبتد يعني مش متشفرة فهو هيسهل عليه عملية قريتها فلو فيها بس ورداتها يعرفها لو فيها اي ارقام ليبيزا كارد هيوصل لها بسهولة لكن طبعا لو حضرتك مأمن الطانل بتاعتك بطريقة سيكيور وعامل انكريبشن بشكل معين والديكريبشن بيتم في الاناظر سايد والمبادلة ما بينك وبين السندر واليوسيفر للكيس ديت بتطمي بطريقة سيكيور فالراجل اللي في النص دوت بيكابتشار داتا ولكن بدون معه ما لاش اي لازمة بالنسبة له انه مش هيقدر يفك الشفرة بتاعيه يبقى تبادل داتا في اللحظة ديت لازم يكون سيكيور ازاي عن طريق حاجة اسمها الانكريبشن يبقى السنايفر دوت او الراجل اللي هو بيعمل باكت انترسيبشن دوت مش هيقدر يحصل على معلمات نفيدة انكيس ان الداتا حصل لها انكريبشن وهو ما معهوش الكي اللي يعمل بي دكريبشن للداتا ديت اشياء شباب فيه ادوات كتيرة طبعا بتستخدم في الكابتشار الداتا ومن ضمنها على فكرة احنا نفسنا بنستقرمك في عالم النتورك زي الواير شارك الواير شارك ده سوفتوير بنكابتشار به الداتا ديت ده حضرتك ممكن تنزله free وتشغله في النتورك بتاعتك اي داتا رايحة جاية في النتورك هايقدر يقول لك دي نوعها ايه وشغال على بورت رقم كام السورس بتاع همين والدستنيشن بتاعيت همين لكن الاتكر طبعا بياخد المعلومات ديت ويبدأ يقول له انا الديستنيشن اللي حضرتك رايح لها طبعا هنتكلم عليها في السلايد الجاد ده بيعمل حاجة اسمها سبوفينج اللي سبوفينج بقى انه هو ادعاء ان حضرتك الديستنيشن اللي مين اللي التارجت ده التارجت بيقصدك يعني مثلا لو اليوزر بي دوت بيبعد داتا للسيربر ايه فبتكتب انه هو في الداتا بتاعتين ايه تعال نرجع بس سنة شوية الورا الداتا بتاعتين مبعوطة الدستنيشن بتاعتها ايه والسورس بتاعها بيه تمام فانكسلنا حضرتك كده المانين داميدل دوت عمل كابتشور للداتا وحب ياخد منها يغير الترافيك بتاعتها هو هيدعي افتراضا من ايه انه هو الدستنيشن ايه ويغير اسمه على النتورك ديت او اسمه طبعا هنتكلم عليه باستفادة قدام في النتورك اسمه معناه العنوان بتاعه فيغير العنوان بتاعه على انه هو الايه الدستنيشن فالكلام دوت اسمه عندنا حاجة اسمها الاي بي سبوفينج اي بي انترنت بورتوكول سبوفينج ادعاء ان حضرتك صاحب الاي بي الفلاني دو فلما حضرتك بي بتبعت داتا لايه بيلاقي سي بيتدعي ان هو ايه فبيبعات لها نسخة من الداتا تمام يا شباب تمام طبعا طبعا فيه نوع تاني طبعا من الاتاكسة او الباد جايز بيعملوا اللي هي حاجة اسمها الدينايل اف سيربس يعني ايه دينايل اف سيربس احنا من العادي بتاعنا لو حضرتكو مثلا بتفتحوا النتيجة في وقت معين من اوقات السنة بعدد كبير من اليوزر بيسلكت تارجت واحد عشان ينزروا من عليه النتيجة لان حضرتك بعد ما تزعل ان شاء الله نتيك تاك بالخير دايما اخر السنة بيجي حضرتك تفتح البورتال بتاعك عشان تشوف النتيجة عدد كبير من الطلبة بيقشوا على نفس السيربر طب لو السيربر بتاعنا اساسا بيعمل يقدر يسيع meet user at a time وجه يخش اليوزر المية واحد او الميتين ايه اللي هيحصل في اللحظة دي السؤال لكم الموقع هتلاقيه بدأ ايهنج هيحصل فيه كيوينج عالي عليه هيبقى الريسورسز اللي انت بتستخدمها مش متاحة في اللحظة دي فبعض الناس هديجي تخش يقوله ايه the page not be displayed مثلا لالف طالب او لالفين طالب بنبقى عاملين حسابنا ان السيربر بتاعنا يستحمل الالف طالب اللي هيقشه at the same time على السيربر دا طيب لكن لو جيبت جاي بقى وحاول يعمل بقى فازلوك وقال لك ايه انا هوقع لهم السيربر اللي هم هينزلوا على النتيجة هيعمل ايه هيعمل بطريقة ما حاجة اسمها deny of service هيبقى اترك وسطك كتير جدا من اماكن مختلفة تشغل الريسورسز بتاعتي بدل ما يبقى عندي الف طالب لا هتلاقيهم الفين وتلاتة اربعة خلي بالكم الموضوع دوت يا شباب منتشر جدا حضراتكم طبعا عارفين النسخ اللي انتو بتنزلوها software المضروب اللي بتنزلوه من على الانترنت يعني انت توقع معايا كده حضرتك شاري مش شاري نزلت نسخة office وقال لك ايه office ده باخر تحديث free تمام والكراكة هوا يا عم مني ليك هداية هو هل اداك الكراك ده عشان سباد عيونك وعشان تشتخدم office free على الرغم ان شركة مايكروسوفت صنعته قالت لك ان تومانو كذا دولار هل مفيش هدف تاني من وراء من وراء ان يعمل لك كراك يضرب يضرب الصفتوير اللي انت نزلته ويخله لك شغال بدون مطلبطك بانك تشتري باي لحظة من لحظات هو كلام حضرتك دلوقتي بيقول ناسا ان هو ممكن يكون عامل بهادت حاجة يعني الهدف ممكن ما يكونش سامي لو الهدف ده هدف نبيل وسامي وسيد وحسين لو الهدف ده كويس كانت ده لك الكي متى الويندوز بكل بساطة صح انما هو راح بعت لك فايل اجزيتابل فايل فايل عبارة عن ايه اي اكسي اي او ملف تشغيل برمجي الملف ده لما حضرتك بتشغله بيبدأ يمسح ملفات ويضيف ملفات في النسخة بتاعتك من ضمن الاكشنز بتاعته انه هو يفعل لك نسخة الايه الاوفيس اللي انت نزلتها وتشتغل معاك بدون ايه مشاكل بس في البيج جراوند بتاعت الديفايس بتاعتك هو فتح لنفسه طانل او اشتغل كده يخلى الجهاز بتاعك على شكل زومبي يعني ايه يعني هو هيعمل كومبرمايز للسيستم بتاعك هيختارق السيستم بتاعك ويستغله في وقت من الاوقات ويناس بتقول لي دكتور انا ما بحسش انا بعمل كراك وبقى اكتب النسخة بتاعتي زي البول وبتقعد معايا سنين هو مش عايز من حضرتك حاجة غير في اوقات معينة هو نزل نسخة الاوفيس ديت عند مين عند حضرتك بس ولا عند الاف البشر حطتها مثلا على موقع من المواقع وكل الناس بتبدأ تنزلها فبدأت تنتشر النسخة اللي هو نزلها وقال لك اخر تحديثات لنسخة الويندوز 11 يلا نزلها فور فري نزلتها حضرتك والنسخة بقى اتشغالة عندك تمام بس وانس ان هو عايز يأتاك بي أتاك مثلا سيرفر معين ويعمل له دنايلة بسيربس هو قريبا كل الاجهزة اللي نازل عليها السوفت وير بتاعه دي بقيت مسخرة بالنسبة له انها هتأتاك معاه في نفس اللحظة معايا يا شباب فبالتالي لو انا نديد على السوفت ويرز اللي موجودة على كل الاجهزة دي هتوقلت لهم يلا جماعة معايا نعمل ايه نعمل حاجة زي نقع السيرفر ده بسريعة معينة انا عديكم مثال كده لإحدى العمليات اللي بتتم دي تعالى نفتح الكوماند لاين كده الكوماند لاين دوت عادي ده طول عندنا بنكتب بينج ده بنقيس بها بتاعة اي تارجت لو انا بقس انا بتست ياهو موقع ياهو ياهو دوت كوم ماشي ياهو دوت انا عارف ان الاي بي بتاعه دوت تمام بيبدأ يبعت لياهو مجموعة من البيت تمام ويقيس بقى اللي راح تقدي ايه ورجعت فادي ايه وده الاجابة اللي بتجي لي فهو مثلا المسج اللي انا بعتها اتبعت اربعة مسج واستقبلت اربعة مسج وما فيش ولا واحدة حصل لها لوزينج الجهاز بتاعي بعت الرسالة دي يتليها وياهو رد عليه تمام فاحنا التول الظريفة دي اللي اسمها بنج عاملة زي البنج بونج كده بتبعت رسالة وتستقبلها تاني واحنا بنقيس من اربع مرات كده ايه الرسالة دي خدت وقت قدي ايه لما تبعتت ورجعت تاني فمن ضمن الحاجات الظريفة اللي بنتست بيها في النتورب لكن لو انت وعايز تستغل التول دي فاحنا ممكن في بعض التول زي كده وقت ان احنا نعمل ايه نخليها نفضل شغال وحط التول دي على جهاز باثنين وعشرة لما يبقى كل الناس بتنادي على ياهو وبتقول له هو انت شغال ولا لأ وبيرد عليهم بس طبعا مش بالسازاجة ديت يعني هو طبعا عليه فايروول وحاجات زي كده بتحمي من يعني كل الفايروولز الجديدة بتبقى متعرف عليها انها بتدروب الباكتس اللي هي مشكوك في امرها بس لو انت في الوقت الحالي بعت باكت مساحيتها 32 و1000 واحد زيك بعت 32 فبقت الرسالة بتاعت 32 ألف بايت يعني كم 32 ميجا يعني والمليون ابدأ المساحة بتاعت الريسورسز اللي موجودة على السيرفر بتاعيه ويحصل له ايه يحصل لها استهلاق معايا يا شباب وساعتها هيبقى عندي حاجة اسمها بتحصل دينايل مش الدنايل ده بس اللي بيحصل لما بيجي الاتكر يعمل يعمل حاجة اسمها دي دوز او يعني يعني نزود على دوز دي دي كمان يعني يعمل هجمة موزعة من آلاف او ملايين لأجهزة لطارجة واحد في نفس اللحظة تمام ده على اساس يستهلك بتاعته وانص ان الناس بدأت تشتغل يعني تشتغل عليه او تفتح الصفحة بتاعته يقول له ايه الصفحة مش شغلة دلوقتي تعالى في وقت تاني عشان السيربس مش شغل طبعا نجموعة الاجهزة اللي بتبدأ تعمل حماية من النوع دو بتشوف والله البيهيفيور بتاع الكنيكشن شكله ايه والله يهرج واحد بيسأل المسجي دي اكتر من مرة فبيعمل لها ضرب بعد ايه بعد فترة معينة انت لو قعدت تعمل وفي بعض المواقع او ان ما كانش معظمها تمام بنقفل فكرة انه يبقى فيه من السيربر على الرغم من السيربر بيبقى شغال بس انا هقفل البرتوكول ان شاء الله لما نجي نتعلم حاجة اسمها الائي سي ام بي بورتوكول اللي هو مسؤول عنه البنج البنج دي كومند بعمله بيستخدم بورتوكول معين في نقل يفتحل معاك صفحات عادية لكن في الوقت لما تيجي تعمل عليه الكومند اللي احنا شغلناه دوت مو بيردش عليك ويقول لك تعني مثلا لو احنا جربنا السيربر تاني زي مثلا ping microsoft dot com I think ان Microsoft لاب بلاش خليها مش فاكر بالزبط يعني ممكن تترجطه اي كله شغال ما شاء الله بيرده مثلا عم مثلا ممكن ايه لو حضرتك ترجط كده موقع من الموقع ويديلك رسالة تانية اسمها request time أو تاني الرسالة دي الرسالة دي معناها ايه معناها ان السيربر اللي انت بتكلمه دوت مش بيرد عليك خلاص مش معناها ان حضرتك ان السيربر ده واقع معناها ان هو غير قابل ان هو يرد عليك ان انا قافل البرتوكول بتاع الريبلاينج في اللحظة ماشي بقى بنتكلم بقى عن السيكوريتي وحضرتك ازاي تسيكور الداتا بتاع طب اولى اللي حضرتك بتتبعها عشان تسيكور اي داتا نعمل حاجة ما ايه 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 انا عايز اتطمن ان حضرتك انت صاحب ال ايه ال انت راجل اثوريز داتا معين الجهاز بتاعي مثلا بقفله بايه بيوزر نيم وباسورد فعملية اللوجنج على الماشين بتاعتي وكتابة الوزر نيم والباسورد وانهم يتقبلوا او يترفضوا دي عملية اسمها عندنا الاثنتيكيشن يبقى الاثنتيكيشن هو يو ار انت مين انا بعرف من حضرتك كده او انت راجل افتح لك ولا ما افتح لك نقطة تانية بعملها اسمها الكونفيدنشالي يعني اتمن ان الاثنتي لما تيجي تتنقل ما تتنقلش تتنقل بطريقة مشفرة يبقى شفر الاثنتي اللي عشان ما يبقاش اي حد من مش بصورايز دي يقدر يفتحها تمام احنا عارفين ان الداتا بتاعتنا اللي احنا بنستخدم الناس لما دي كيف تفتح فيسبوك ولا يوتيوب ولا اي موقع من المواقع اما بتيجي بتكتب الوزر نيم والباسورد بتوعك في عملية اللوجن وانت بتلوجن الوزر نيم والباسورد بيتبعتوا للموقع اللي انت رايح له عشان يعمل عملية اثنتيكيشن طب لو اليوزر نيم والباسورد بتوعك اتبعتوا بصولة كلير الراجل اللي هو السنايفر اللي احنا اتكلم عنه من شوية مش هيعرف اليوزر نيم والباسورد بسهولة ويقدر يأتاك البروفايل بتاعك يبقى في حاجة تانية حضرتك لازم تعملها لو انك تتطمن ان الطانل ما بينك وما بين السيربر ده أو والداتا اللي بتتبعت داتا مشفرة عشان محدش يقدر يسنف او يقرأ الداتا اللي بتبعتها او يستقبلها ويقرأها بسهول إنتيجري تشيكس إنتيجري تشيكس الديجتال سيجنيتشر بريفينت ديتيكتد تيمبرينج طيب حضرتك عايزين نتطمن كمان ان ان انت صاحب الديتا دي فيبقى فيه نوع من انواع سيجنيتشر او الزيجتال سيجنيتشر عشان نمنع بيها اللي ممكن تيجي وتسرق هوية شخص معين حيان طبعا الناس ما بتكتفيش بنوع واحد من الزيجتال ففيه اكيد ظهرت معاكم المالتي فاكتور لما جيت مثلا تشتغل على الفيسبوك كتير وقال لك ان البسورد بتاعتك نوت انوف يعني مش سيكيور انوف انك تستخدمها فايي رأيك نعمل لك حاجة اسمها ان انا اثنتكت عن طريق رسالة بعتها لك على الموبايل بتاعك فدي اسمها عندنا ممكن اعمل طريقة او اثنين وتلاتة ان انا اكسس بيها الاكاونت بتاعي عشان اضمن بيها ان حضرتك صاحب الاكاونت تمام شباب اكسس رستريكشن طبعا نفس بتستخدم الباسورد اه بي بي انت هنتكلم على حاجة اسمها البرتشوال برايفيت نتورك اه البي بي انت ده احدى الطرق اللي اللي بنستخدمها في نقل الداة بتاعتنا بطريقة سيكيور يعني لما بتيجي انقل داتا من المكان للتاني ومش عايز حد يشوف الداة اللي بتتبعت انا بعملها انكريبشن بس مش بعمل بس الداة انكريبشن بعمل للطنل اللي ما بيني وما بين التارجت كاملا انكريبشن فوحد شي بقى بعارف ايه الداتا ديت عبارة عن ايه بالزبط حد عارف البي بي انت بي استخدم في ايه تاني يا شباب استخدمتوا البي بي انت عبلي كده طيب بي غير البي بي غير بالاي بي طب اي بي ده ودي دي انت في حد ذاتها داتا يعني او مش هاز حد يعرفها اللوكيشن بتاعي كويس جدا انك تخفي الهوية بتاعتك دي احدى في بعض الاوقات انت بتحتاج انك محدش يعرف انت بتأكسس من انهي لوكيشن لان في بعض السايتس بقية نفسها بتشوف انت من انهي لوكيشن وبناء على لوكيشن بتاعك تبدأ تديك وتديك خدمات تبقى للوكيشن بتاعتك فبيبتمنع عنك الاجسس لبعض السلع نتيجة ان انت موجود في اماكن مش قريب منها فخلاص ما بتديكش اوفر للكلام ده فما احد واحد عايز اشتلي من امازون امريكا واول ما بيجي يفتح امازون تتكون بيروح ويوديله على امازون مصر ليه لان هو انه عارف ان ان انت جايب الايبيل فلاني ده واتجايب من اللوكيشن ده فبيقدر يديك ايه يعميرك الى داريكشن على السايت المصر الناس بيستخدم الفي بي ان في اللحظة ديت مثلا عشان تأكسس سايت موجود في دولة تانية وانت غير مسموح لك انك توصل الفي بي ان بيعمل ايه بياخد الترافك اللي جاي من عند حضرتك ويخرج الترافك من عنده هو يبقى السيربر على اعتبار مثلا ان بي عايز يكلم بدل يكلم سي دايركت تمام فممكن حضرتك نعمل ما بين البي والاي طانل كده واصلة ابدأ ابعت بيها الداتة بتاعت الاي واقول انا عايز اوصل للسي فالداتة بتاعت تيجي تتباعت متشفارة لغاية الاي والسيربر الاي ده هي مسؤولة عن عادة ارسالها طيب طبعا في منه موقع كتير اوي هو بيديهلك طيب حد عنده علم بالموضوع ده برضو كده عشان عشان نسوا عيونك برضو او الموضوع فيه تركاية كده خد الاي بي بتاعي وخد الداتة بتاعها بقى عنده داتة يعتبر الموضوع ده بيستخدونه داتة انه الناس ده بتعمل ايه وناس ده ايه يعني ممكن نعسم الموضوع لشقين لو اعتبرنا ان ايه ده راجل كويس وابن حلال تمام فهو الداتة مش هيدي لك الخدمة ده فور فري فإما يبيع هالك يا إما يدي هالك فري عشان يعمل اناليس لكل المستخدمين اللي عنده دول هم بيحب ويروحوا فين وبيستخدم ويكم تشار الداتة ويعمل لها اناليس ويفهم بقى البيهيفيور بتاع اليوزر او ماشي ازاي عشان بقى يبيع ويعمل اعلانات او ينزلك اعلانات اثناء السيشن اللي انت فاتحها من هنا لها ده لو راجل مش عايز يأزيك في حاجة الباد جايز في اللحظة دية بقى لو حراج بستخدم فانت اطنل كل الداتة بتاعتك رايحة من خلاله فبدأ الاخ ده ياخد كل الداتة ويعمل لها طبعا انت بعدتهاله فهو اللي معال كي بتاعة 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 فك الشفارات بتاعة الداتة اللي جاي فلو باعت اي بصوردات خد نسخة منها باعت اي خد نسخة منها اي نفس القصة ويبقى يستردمها في اي وقت تاني لان حضرتك بتستردم مجهول الهوية او مجهول المصدر او حاجة في ريحة انه وادخلك بقى على الموقع اللي هو من غير ما حد ياخد باله الحق الموقع ده مقفول عليك يعني انت مثلا في الجامعة عندنا قفلين مواقع كتيرة فييجي لطلاب عشان يفتحوا الموقع دوت يروحوا مشغالين اي برامج من برامج ال VBN ويروح طالع عن طريق ال VBN يروح يفتح اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا واتفر عملت اناليسيز للداتا عملت كابتشر للداتا وخدت منها اللي انا عايزه واستخدمه في اي وقت من الاوقات بأي طريقة او باخر تمام يا شباب دكتور انا كنت سمعت ان بعض الشركات بستعمل VBN ده انها تعمل نتورك للشركة بتاعتها يعني نتفقنا ان الاساس ان ال VBN هي برايفت نتورك انا بستخدمها في الاساس لنقل الداتا بتاعتي بطريقة سكيور فلو انا قاعد في البيت وعايز اشتغل على الداتا اللي موجودة في الشركة تمام فبعمل مبيني وبين الشركة بتاعتي حاجة اسمها Virtual Private Network يعني مبيني وهمية كأن مادة كابل كده من اول البيت بتاعي لغاية الشركة اللي انا كنت شغال فيها واشتغل بالليل اشتغل الصبح هشتغل في اي وقت من اوقات لان انتوا لاحظتم في الفترة اللي فاتت ايام الكورونا الناس اشتغلت Work From Home كتير قوي ان حتى شركات الايتي ما تأثرت قوي لانهم في العادي بيشتغلوا ريموتلي ما بتفرقش معهم فكرة ان اللوكيشن بتاعك فين فهو بيعمل ايه بيعمل انكريبشن للداتا اللي بتتبيع سروطان المعينة لغاية الشركة بتاعته كأنه قاعد الشركة بيستخدم كل الريسورس بتاعت الشركة من كلال VPN بيسطله عنده على الماشين وطبعا في سيربر بيعمل انكريبشن ودكريبشن في الشركة بيستقبل الريكوستات اللي جاية من ويدخلهم الشركة عادي ويخلوا اكسيزوا الريسورس بتاعت بطريقة سيكيور الناس استخدمتها طبعا بطرق اخرى انها تستخدم التارجد ده انها تخرج من المكان دوت لإيه الانترنت يعني انت فتحت مثلا الجهاز من جهاز البيت فتحت الجهاز بتاعت الشركة وروح تفاتح من جهاز الشركة الانترنت الجهاز اللي تفتح او اللي بان لل اند السيرفر جهاز الشركة ولا جهازك انت اكيد جهاز الشركة انت بقى فتح الفيسبوك من جهاز الشركة دلوقتي مش منجهز البيت بتاعك خالص دي النقطة اللي بنتكلم عليها في فكرة في ال وصلتلك تبعا يا شباب تمام طبعا طبعا دي قلنا عليها اجهزة زي الاجهزة اللي احنا بنتكلم عليها زي والراوترات بس فيها عبارة عن ايه عبارة عن بوكس حضرتك بتقبل عليها معينة او بتحط عليها معينة بتعمل بناء على الروز دي فلتريشن للترافيك في اما الترافيك بتاعك يكون من او يكون تماما يعني حضرتك وانت في الجامعة كده وروح فتحت واي فاي ما سموح لك بيه في الجامعة ولا حاجة وروح كتبت facebook.com ايه الحق ده الفيسبوك مش شغال هو مش الفيسبوك اللي مش شغال وحضرتك ممنوع من انك تفتح الفيسبوك من الشبكة بتاعت الجامعة فالفايرول بتاع الجامعة مانع عن الترافيك من السورس اللي انت فاتح الجهاز بتاعك للفيسبوك الشركة فيسبوك اللي بتاكسز انت عليه تمام فدي حضرتك بتستخدم اجهزة بتستخدم عشان تسمح او تمنع ترافيك معين من وإلى خلاص ما بين السندر وما بين الريسيبر وطبعا الاجهزة ديت مش بس بتستخدم في انها تعمل لالترافيك فقط دي بتعمل يعني لها وظائف كتيرة جدا من ضمنها طبعا تمنع 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 يعني انواع كتيرة جدا من يعني ممكن ما بنذكرهاش هنا هو بالتفصيل لكن هي متخصصة تماما في انها تعمل تعمل للنتورك اللي هي فيها ففي الانتربرايس نتورك او الشركات الكبيرة او النتورك الكبيرة ديت بيبقى دايما في عندهم اجهزة فايرولز اجهزة حماية من الاختراق من الخارج واجهزة حماية للناس من الداخل يعني ايه بقى من الخارج والداخل يعني انا بمنع اليوزر اللي قاعد عندي في الشركة يفتح بعض المواقع دي نوع من انواع الحماية وابنع ان الاتقر اللي جاي من بره يجي يفتح الأجهزة عندي في الشركة أو يخترق السربرات اللي موجودة عندي في الشركة ويعملها زي ما اتفقنا ان احنا كنا المرة اللي فاتت كده عملنا ايه مثلا بنجلياهو دوت كوم ياهو دوت كوم لو احنا خلنا الاي بي ده هل ده هيوليني على ياهو فين هي ياهو مش الياهو اللي احنا كنا بنعمل بنج على ايهو ده مش ده عنوان ياهو عنوانه اللي هو الاي بي ادرس بتاعه لو انا خدته كده وفتحت ويب بيجي كده هل هتطلع معنا صفحة ياهو بالشكل المتعرف عليه على طول ولا ايه اللي هيزهر ياهو بس صفحة من صفحات ياهو بس ايه مش هو ده ياهو اللي احنا عارفينه هو ده احدى عنوان شركة ياهو بس اللي حضرتك وصلت له دوت احدى اجهزة الحماية اللي انت بتوصل لها تمام احدى اجهزة الحماية الموجودة في شركة ياهو فانت مش بتعرف توصل للويب الا من خلال طريقة معينة انك تكتب الاسم بشكل سليم فياهو مثلا عشان فاكرين بتاع تريس روت بس عشان يمشي بسرعة كده اقول لخليه ياخد بوقت ولان احنا محتاجين شركة ياهو ديت او قال لك تتكلم مع بعضها من خلال فمسلا حضرتك ده الجهاز بتاعي بدأ يخرج من أول راوتر عندي ده رقمه ثم بعد كده شركة تي اي داتا اللي أنا مسترك من خلالها عن الانترنت وبدأت تتجول بقى في الانترنت لغاية ما يوصل لياهو هل ياهو ده سيرفر واحد ولا جهاز واحد هنشوف تعال بس نشوف لغاية ما يخلص اللفة بتاعته دي طبعا السكوريتي هنتكلم عليها باستفادة ان شاء الله لو ربنا اعراض ووصلنا لشابتر تماني يعني عشان نتكلم بقى دي كده على حاجة اسمها بورتوكول ليورز والسوربس موديل نشوف ياهو وصل لفين لسه بيتفسح كل دوت لسه بيعدي على راوترات في السكة لغاية ما يوصل لياهو انت فاعل المرة فاتت بتاعت ريس الود ده بنعمل بيه يا شباب بيجيب الراوترز اللي موجودة لحد الـ destination او الهوبس بيشوف لك الهوبس اللي انت بتعدي عليها او الراوترز باللي بعناهو وكل راوتر من دول بيقيس الـ traffic منه وإليه بيبعث له مثلا باكت كده ويقيس الباكت دي وصلت له في وقت قد ايهو ثلاث مرات بيبعث له ثلاثة باكت سياهو طبعا لو لاحظت كده من الـ hub رقم تمانية انا بدأت اغادر تي اي داتا وبدأت اروح لمين؟ في شركة ياهو الفعلية بس سياهو من اول تسعة وعشرة واحداشر بكل ده انا بتفسح عندي ياهو باكتش للـ server الحقيقي بتاع ياهو اول server بتقابله اللي هو 80-81 اللي هو دوت تمام؟ ده عبر عن ايه بالزبط؟ ده firewall بتاع شركة ياهو نفسها حضرتك بقى بيفلتر الـ traffic اللي رايح ليهو ولو انت رايح بتفتح web service يفتح حالك لا بتفتح shared؟ لا ممنوع بيفتح remote stop؟ ممنوع بتدي bing؟ اه ممكن يعني على حسب ما حضرتك بتستخدم رايح تكلم ياهو بأنهي برتكول تمام؟ دي القصة بتاعتنا عشان كده وريتك ان مش server بس مش جهاز واحد في ياهو هو اللي بي رد عليك ده انت عشان توصل لـ server الحقيقي بتاع ياهو لازم تعدى على مراحل كتيرة جدا من الـ filtration عشان يحموا نفسهم من الـ attacker او الناس اللي هي بتحاول تـ attack system بتاعهم وتعمل compromise للـ data تعال نكمل بقى كلامنا اهو دوتك ما قللش هو ازاي يعني اول حاجة يعني اخر حاجة عندنا هناك مصر بتبقى تـ data واول حاجة ببرة مصر بتبقى ياهو على طول مش مفروض فيه يعني exchange point او مدركة بتقول فيه interconnected exchange point بتبقى موجودة ما بين content provider والـ اللي هو local ISP تمام مفروض فيه حاجة ما بين تـ data I think ان دي مش تـ data بتاعتنا بتاعتنا تعال كده نشوف الـ IP ده موجود فين برضو عشان كلامي يبقى سليم ممكن نفتح who is ونفتح ده مثلا يعني نشوف اي مواقع من اللي بتـ test الـ IP addresses هذا هناك عايزين نجيب اي بي سيرش. مسلا. تمام. ده مالوش علاقة بتيقية داتا تماما ده طبعا اربة نت يعني حاجة كده برا مصر خالص مالوش علاقة هو بس ممكن الجهاز بتاعي كده مكيش بعض الداتا مش مزبوطين. تمام. الريزلت اللي مطلعها في الجهاز العام دي اللي في التريس روت ما كانتش مزبوطة. الريزليوشن في الوقت الحالي مش مزبوطة. احيانا طبعا انا بعمل بعض اللبات على الجهاز بتاعي فممكن اكون انا مغاية للآي بي كده كنعمل انواع السنيفنج احيانا هبقى يلوك عليها ان شاء الله بعدين. بس هو في الحقيقة الاخ ده الآي بي ادرس دوت ده اي بي من مكان اساسا استانى تعالى نشوف في البلد بتاعته ايه? المكتوب المانيا. نمحت كلمة المانيا في النص. هي عملا ده الصائد بتاعها يعني نمحت كلمة المانيا. طبعا المانيا. تماما. ده في فرانكفورت في ألمانيا. خلاص? يعني من الاخر احنا عدينا على عدينا الترافيك بتاعنا وصل لغاية ألمانيا عشان يوصل لياه. لكن مش من تي داتا دايركت على ألمانيا يعني. ماشي? ده كانت بخرف. كان. طبعا الحاجة تتعمل ازاي او ان انا ادعيت ان انا انا ممكن اعمل لك السيرفر بتاعه لانه ايه هو عادي. فممكن بس يكون فيه لاب من اللابات ده. طبعا اتكال هاكين كنت شغال عليه وغيرت بس الاي بي. ماشي يا شباب. نوع في الاخر هو بيسأل دي الناس بيسأل جهاز كده هو مين الاي بي دوت. فأنا احيانا بعض الناس اللي اتكرز بيعملوا ايه؟ بيدعوا ان هما الشركة اللي حضرتك رايح لها. هما يهو تتكم. نمام؟ ان شاء الله اللي ابدأ مثلا اثناء السيشنز الجاية بإذن الله لو ربنا ادانا العمر. ماشي؟ طيب. البرتوكول لير. دعنا نتكلم على بقى البرتوكولات اللي هتقابلنا في عالم النتورك. احنا عرفنا ان النتورك بتاعتنا تكلمنا على اجزاء كتيرة فيها كده وعرفت ان حضراتكو كده ايه? ان هي نتورك دي ما بقتش في سيمبل للدرجة ده بقت فيري فيري كومبليكس. الموضوع عدى مرحلة ان الجهازين تلاتة بيتوصلوا بعض. ده بقى فيه ملايين ملايين الاجهزة بتكلم بعضها. طب انا هحكم الكلام ده ازاي? وهتتكلموا بانه طريقة. ولو حد جديد حبي كوميونيكيت ويعمل اجهزة هيعملها ازاي? احنا طبعا قلنا ايه? عرفنا ان الاجهزة بتاعتنا اللي في النتورك بتاعتنا بدنا كوم من ملايين القطع او الاف القطع يعني عدد كبيرة جدا منها الهوستس اللي هو جهازي وجهازك لابتوب بتاعي الموبايل الاي او تي دي بايس اللي حضرتك حطه في التلاجة حتى دي مجموعة هوستس كتيرة جدا. وممكن راوترز ما بين الاجهزة وبعضها او تبدأ توصل الداتا وممكن حضرتك تبع فيه سويتشيز او واصلات بقى ممكن تكون كابلات وممكن تكون وايرلس ميديا او او ممكن تكون وايرد ميديا كمان وحضرتك كمان بتشغع عليهم ملايين التطبيقات بتفتح بقى يوتيوب بتفتح واتساب بتفتح اي حاجة بد على الموبايل بتاعك او بتفتحها من على الكمبيوتر او بتفتحها من على ديسكتوب وتبر بقى كان نوع التطبيق اللي انت فتحه واني لغة بربجة مكتوب فاكيد الداتا دي كلها او الاجهزة دي كلها عشان تكومينيكيت مع بعضها لازم حاجة تحكم الكمينيكيشن ما بينهم ومن بعض وتعرفني ازاي اتكلم مع الاجهزة دي مع بعضها وبين بعض ازاي تتكلم مع بعضها وتحكم نقل الداتا من وإلى حضرتك مش بس انت عندك هاردوير او منازل عليه أوبريتنج سيستم معين وعايز تكومينيكيت مع دي بايس تاني مش مجرد ان حضرتك بتتكلم مع دايركت ما بين جهاز لجهاز الموضوع دا تحتاج طبعا وسيلة للاتصال او وسائل الاتصال بتسميها عندنا حاجة اسمها البرتوكولز كوميونيكيشن ويز طريقة للتباصل تمام وده ان شاء الله هننتكلم فيه على مدار الليرز بتاعتنا او الايه او المودلز بتاعت الانترنت هنترى بس الموضوع دا كمثال كده لو انت عندك مؤسسة كبيرة كده زي الطيران المؤسسة بتنقل ركاب من دول لدول تانية اللي انت بتشوفه اسناء رحلة سفر اي مسافر من بلد لبلد تاني اكيد حضرتك كده بتعدي على مراحل كتيرة جدا من اول ما تقطع الدسكارة لغاية ما تحزن اللي هي بتاعتك وتتشيك عليها وتبتدي تتشحن وتاخد بعضك وتخش على الجيت اللي انت هتتنقل منها في المطار يعني مثلا وليكن في عملك في المطار بوابات كتيرة جدا كل البوابة مخصوصة على الركاب معينين بيروحوا على طيارة معينة وصلت من الجيت تركيبت اليتوبيس اللي هيوصلك للطيارة لغاية ما خدت الروي بدأت الطيارة تعمل تيك اوف وانس ان الطيارة بدأت تطلع هتتبع طريق معين او روت معين عشان توصل من بلد لبلد تاني فهتعدي مرورا بحضرتك من السورس من المكان اللي انت فيه الى الديستنيشن اللي انت واصلها فهتعدي على مجموعة بلدان حسب روت مرسوم مسبقا او متحدد قبل ما يتحرك الطيار بيبقى عارف هو هيعدي على ايه وعلى ايه وعلى ايه وانس ان نوصل للديستنيشن بتاعته بيبدأ يعمل عملية لاندينج بيروح برضو نفس المكان اللي هو وطار منه قبل كده اللي هي الرانوي بس بدل ما بيعمل عملية تيكين باوف بيعمل عملية عكسية اللي هي عملية اللاندينج وبتيجي حضرتك بقى تخرج من البوابات اللي انت دخلت منها قبل كده يعني بس عند الدولة التانية او عند المكان اللي انت سفبت منه وبتستلم البضايا بتاعتك ولو في اي مشكلة في الامتعة اللي حضرتك كانت معاك بتعمل كومبلين والله يا جماعة انا معايا شنطة مفقودة معايا شنطة حصل لها كسر وبتبتدي ايه لو ان الشنطة دي مفقودة ولا حاجة بيبدأ الرحلة دي من قبل جديد يتطمنوا عليها في المطار اللي انت سفرت منه ممكن ما تكونش تبعتت فبتتبعتلك مرة تانية وبتستمناها مثلا بتيجي تستقبلها تاني في يوم تاني او واتف دي اكزامبل على الروتس او النقل اللي بيتم شركة من شركات الطيران شركة كبيرة مثلا ننقل ملايين الركاب في خلال على فترات معينة فحضرتك عشان تورجنيز الموضوع دوت بشكل صح لازم تكون كل مرحلة من المراحل ديت متزبطة وليها ناس بيخدموها بطريقة عشان يقدروا ينقلوا الركاب من المرحلة دي للمرحلة ديت بشكل سليم فأكيد الراجل اللي بيقطع التيكت صغير الراجل اللي بيحزم المضايع الأمتعة غير الراجل الزابط الأمن اللي بيدخلك البوابات وبيشيك على التيكت بتاعتك غير الطيار اللي في الاخد بيقود الرحلة بتاعتك من مكان لمكان غير الزابط الأمن اللي بيفتش الأمتعة ويتأكد ان هي ما فيهاش اي حاجة ضارة فالكلام دوت لازم يتعمله بشكل ايه كبير المنظر اللي انت شايفه دوت بيشبه شكل كبير جداً اللييرز اوف نتورك بتاعتنا يعني احنا عشان نعدي بالداتا بتاعتنا من مكان للتاني لازم تعدي على مجموعة من اللييرز فاللييرز ديت طبعاً ايه شبه اللييرز اوف نتورك او الانترنت اللييرز فتعال نشوف بقى عندنا هنتكلم على اللييرز ديت من وجهة نظر بقى الكاتب الانترنت موديل فالريفرنس موديل بتاعنا هيكون الانترنت موديل وفيه عندنا موديلز كتيرة ظهرت زي فنشوف من وجهة نظر الكاتب احنا بنتكلم على المنظر اللي هما اسمهم او داتا لينك لير اسمها لينك لير دلوقتي والفيزيكال لير دول الفايف لير اللي موجودين في الانترنت برتوكول او الانترنت ستاب او الانترنت موضل طبعا احنا الكتاب بتاعنا بتاع اه 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 اسمه طوب داوين ابروتش فهنتكلم ان شاء الله تبقى من الايه من او الابليكيشن مرورا بالايه لغاية ما نوصل للفيزيكال ونشوف كل لير من دولة ايه مجموعة البرتوكول اللي بتخدمها في اللحظة دي فعلى مستوى الابليكيشن اكيد في بعض البرتوكولات بتتعامل في اللير دي زي مثلا البرتوكول الاتش تي تي بي والايماب الاسم تي بي دي ناس برتوكولات دي كلها ان شاء الله هناخدها في شابتر 2 هنعرف كل البرتوكول دا مسؤول عنيه بس يعني تعالى ناخد كده اكزامبل بسيط عشان الناس تفهم يعني ايه كلمة برتوكول فلو ضربنا مثال ببرتوكول الاتش تي تي بي انا عشان افتح صفحة ياهو او افتح صفحة اي صفحة من صفحات الانترنت مثلا على نفتح مثلا واللي اكون اه الصفحة اللي احنا برفتحينها دي ايه اللي انت شايفه جوا الصفحة دي اه الصفحة اللي انا فاتحها دي يا شابت بتحتوي على ايه بالزبط على داتا على داتا الداتا دي عبارة عن تيكست وصور صح داتا عبارة عن تيكست مجموعة من الكلام وشوية صور زي ما انتو شايفين هنا واندي صورة دي صورة واحيانا في فيديوهات فحضرتك عشان يوصل لك الصورة دي او المنظر ده على الجهاز بتاعك انت فتحت موقع معين لو انت ملاحظ عندي الموقع اللي احنا فتحنا اسمه هو از دوت كوم بس انت هتلاقي في حاجة مختفية كده انت مش وفتهاش اول ما حضرتك لما تحب تفتح ويب بيج عشان تستقبلها عندك على الجهاز بتاعك من سيرفر موجود في مكان كاريجي عشان تتعامله مع بعض وتتكلمه مع بعض وتقول له لو سمحت يا سيرفر ياللي اسمك هو از مثلا لو سمحت انا عايز استفسر من عندك على شوية حاجات فانقل لي الداتا دي في صورة كلام وصورة صور فبتكلم معاه بصورة اتش تي تي بي هاي بورتكست ترانسفير برتكول ده نوع من انواع البرتكولات اللي بتستخدم في نقل التكست ونقل الايه الصور طب ايه لسل زيادة دي لو حابب حضرتك نتكلم مع بعض بطريقة سيكيور تمام فمحدش يعرف انت داخل عندي بتقرأ ايه ولا بتبعتلي ايه هتكتب اليوزر نقبل البصورة بتوعك يتنقله بطريقة سيكيور هتكتب اي داتا عندي وانا هستقبلها منك محدش يشوفها فانا بستخدم برتكول تاني وهو هو بينقل الداتا بتاعتك سواء نصوص او صور بس سيكيور يعني الداتا بتاعتك هتتنقل متشاق فرق فالبرتكول دوت الاتش تي تي بي اس اتفتح عن طريق ابليكيشن اللي هو ايه البراوزر اللي انتو شايفين قدامكو ده لو انا بستخدم مثلا كروم جوجل كروم او بستخدم انترنت اكسي بلورا او بستخدم الكروميوم اللي هو بتاع ايج مايكروسوفت ايج ده ابليكيشن فحضرتك عشان تشغل الصفحة دي لازم تتكاملين بالبرتكول ده فيه طبعا بعض البرتكولان زي الاف تي بي ده اسمه فايل ترانسفير برتكول فمسلا لو انا قلت طبعا ممكن ما يكونش مفتوحة على مستوى دي لو انا اتكلمت كده اف تي بي يعني لو البرتكول ده مفتوح عليه او مصرح ان احنا نخش عليه هتلاقي يطلع لك يوزر نيمو باسورد وساقيتها بدل الداتا اللي هتظهر لك دي هيظهر لك ايه هيظهر لك ملفات بقى في الموقع ده وقت هتلاقي لك الصور دي من غير ما تظهر الصور هتلاقي ملف الصور موجود ملف النصوص موجود ملفات البرمجة اللي محطوط بيها اللي مكتوب بيها الكلام دوت موجودة فعشان كده تقدر حدق تنقل بيها بقى ايه تنقل بيها البيانات في صورة مش في صورة نصية بقى تنقلها زي ما هي كده منال ملفات بقى فيديو تنقلها ملفات وملفات صوت ممكن تنقلها زي ما انت عايز عن طريق بروتكول اللي اسمه او الفايل ترانسفير بروتكول يبقى دي بروتكولات بتشتغل عندي على مستوى الايه دي بروتكولات في الاير الاولى الاير الساعة او الير الخامسة على مستوى الانترنت استعب هما خمسة ليرز بيترقموا من تحت فرقم واحد عندنا اسمها الفيزيكل رقم اثنين تلاتة النيتورك لير اربعة ترانسبورت خمسة الابليكيشن كل لير من دولة لها البرتوكولات اللي بتشتغل فيها والمسؤولة عن نقل الداتا من اللير دي والليير الادجيسنت المجاورة لها ففيه برتوكولات بتبقى شغالة في اللير دي وبتسلم لبرتوكول تاني في اللير دي فمثلا الأخ ده اللي هو الهتشي تي تي بي اللي احنا شفناه من شوية معانا مسؤول عن استعراض البيانات دي هو بعد ما يستعرضها هو جابها منين جابها عن طريق برتوكولين في الترانسبورت لير نقلوا هانو نقلت له الداتا دي وغلفتها وعملت لها عربية كده وحطت الحمولة فيها اسمها التي سي بي واليو دي بي برتوكولين دولت مسؤولين عن نقل الداتا طب هم بنقل الداتا ازاي خضرتك يا اما بنقلها وبطمن انها وصلتلي تمام يا اما بنقلها وخلاص تمام ففي عندي برتوكولين بتستمدن في نقل الداتا واللي مؤنان انها وصلت للدستنيشن تفضل معايا لغاية ما الداتا بتاعتي تتنقل من عندي وتروح للدستنيشن واتطمن عليها انها وصلت وفي برتوكولين بتنقل وخلاص زي يعني بتبعت والدستنيشن ما يهمنيش انها ردت علي وقالتلي ايه ان الداتا بتاعتك وصلت او لا بقى اسمه UDP اللير التالتة اسمها النتورك لير ترتمها سواء من فوق أو من تحت رقم ثلاثة فهي بعد اللينك لير من تحت دي مسؤولة عن إيه بقى؟ مسؤولة عن الراوتينج مسؤولة عن الـ اللي بيتمني فيها نقل الـ فمسلاً بشتغل فيها بورتكولات الـ IP الـ Internet Protocol أو الـ راوتينج بورتكول زي ما إن شاء الله هنتعرف بالتفصيل بقى الـ OSBF أي بورتكول من بورتكولات اللي إيه؟ الراوتينج البرتكول ده بيدعم نقل الـ Data بطريقة سريعة بيدعم نقل الـ Data بطريقة أقصر بكسط أقل على حسب بقى إيه نوع البرتكول المستخدم في اللير ديت فحضرتك إيه؟ بتستخدم أنهي من أنواع البرتكولات اللير رقم اثنين دي مسؤول عن الترانسفير الـ Data transfer ما بين الـ ما بين الأجهزة اللي متوصلة بعضها أو الـ اللي وصلة بعضها فمسلاً لو جهازك ده من سويتش على طول فهي ما تعرفش غير جهازك والسويتش فقط أول ما السويتش يعد يروح للراوتر والراوتر يروح ليه؟ ما لديه علاقة هو ليه؟ هو ليه علاقة بالجهاز واللي جاره على طول يعني الأجهزة المجاورة لبعضها فقط يعني الكامل ده واصل من فين إلى فين؟ واصل من الجهاز بتاعي لغاية الراوتر هو بس يشتغل في الحتة ديه واصل من الجهاز بتاعي لغاية السويتش واصل من الموضايل بتاعي لغاية الـ Access Point بتشتغل في اللحظة دي في النقطة دي فقط لكن ملهاش دعوة بالمراحل اللي بعد كان فمثلا فيه برتوكولات زي الـ Ethernet أو 802.11 أو الـ Wi-Fi اللي هو البرتوكول الشهير بتاع الـ Wi-Fi أو الـ Point Point Protocol دي برتوكولات طبعا موجودة عندنا في الإيه؟ في الـ Link Link آخر طبعا حاجة اللي اسمها ما بتتعاملش غير بلغة الإشارات يعني ما بتشوفش فيها غير سيجنالز والسيجنالز عندنا بتربريزنت في صوري البيتس فيا إما زيرو يا إما إيه؟ يا إما وان دي لغة الإيه الأسلاك عندنا أو لغة الإيه الداتا في الفيزيكال ميديا ماشي يا شباب فدول الخمسة ليرز لو حضرتك جهاز وعايز تبعث داتا بتبعث داتا يعني بتعدي من الـ Application اللي انت فتح عليه الداتا ما فتحت الجهاز اللي هو بتاعي مثلا وفتحت جوجل كروم وكتبت يهو دوت كوم فيبدأ الـ Application layer تشتغل بدأ الداتا بتاعتي تتنقل من على الـ Transport layer للـ Network layer للـ Link للـ Physical وتبدأ الإشارات بتاعتي دي تمشي في الأسلاك لغاية ما تروح الناحية التانية يستقبلها السلك برضو يستقبلها برضو الجهاز التاني كإشارات تبتدي تترجم لغاية ما توصل للـ Link ثم الـ Network ثم الـ Transport ومروراً بالـ Application طيب هو الموضوع يعني إن أنا بنقل data بتعدي على كل layer layer دي بتقوم بعملية encapsulation للـ data دي وتخلي layer التانية تشتغل بعديه يعني لغاية تلوقتي حد فيه عنده مشكلة في أسماء layers ووظائي في كل layer من التانية قبل ما نبتدي ننقل نفسنا للنقطة التانية يعني لغاية كده حد فيه عنده مشكلة الاتجاه بتاع Transmission من Source الـ Destination شايفيني عنا شيء ازاي Application Transport Network Physical Network Transport Application ها بغاية دلوقتي فيه حد عنده اي مشاكل دكتور يعني يعني في حاجة متلغبة بس ما بين الـ Transport يعني التلاتة الاولين دول مش فاهم الفرق ما بينهم بيعملوا ايه يعني نعم الـ Application الـ Application الـ Application مش مش يادر أفرق ما بين التلاتة ايه يعني ناشي لو انا قلتلك البرنامج بتاع جوجل كروم ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن Application صح؟ برنامج اليوتيوب اللي عندك على الموبايل ده Application صح؟ حضرتك عشان تستعرض عليه حاجة او تكتب عليه اي حاجة تمام؟ او تكتب URL معين او عنوان معين عشان يتم استعراضه فالـ URL اللي حضرتك كتبته فوق دوت يوعر ايه اللي حضرتك كتبته هنا؟ مالياس الناس ياهو ولا مصراوي؟ مصراوي مساعم تتكون؟ حضرتك انت بعت دلوقتي كلمتين كده فتحت الـ Application ده كتبت فيك كلمتين دولت وبدأت الـ Data بتاعتك تتبعت من خلال الـ البرتكول ده عشان الـ Data بتاعتك توصل للـ Destination ديت هتعدي على مراحل هتبتدي الـ Data اللي حضرتك كتبتها هتتغلف مش احنا قلنا ان الـ Data بتاعتنا لو هي مساحتها كبيرة بتتقطع ها؟ تمام باكتس كده وعلى حسب بتاعتك كل باكتس ابدأ احطه في حمولة معينة على عده وابدأ نقلها فتيجة ترانسبورت لير هي هو العربية بتاعت بتاعت التحميل المسؤول عن نقل الـ Data اللي جاي لك من الـ Application فانت خلاص كتبتك المتين وعايز تبعتهم فالترانسبورت لير تبدأ تستقبلهم منك وتبدأ تنقلهم فياما هتنقلهم بطريقة تضمن فيها وصول الـ Data للناحية التانية تكلم فيها الترانسبورت لير الناحية التانية وتقول لها هو الـ Data بتاعتي اللي أنا بعدت هالك دي وصلت لك هتقدم ساعتها بورتوكول بيضمن نقل الـ Data بطريقة الـ Reliable أو أنه يبعت الـ Data ومالوش علاقة بقى هي وصلت ما وصلتش مش قضيتنا فدي بورتوكولات معينة موجودة في الترانسبورت لير وهم هتعرفنا عليهم اسمهم تي سي بي والـ طيب أنا لغاية دلوقتي ده بورتوكول بيعمل بيحمل الـ Data بتاعتي في علب في حمولات والحمولة دي بتدت تنقل فأنا كده خدت الـ Application كلمتين لنا كنتمتهم وحطهم في علبة ورحت كإيه ادت للترانسبورت لير قلت يا بورتوكول يا بتاع الـ تي سي بي ده انقل لي الحمولة اللي أنا ادتهاي لك مثلا أنا بعتت لك مثلا خمسة باكت وأبعت لك خمسة باكت تانيين كمان شوية وخمسة باكت تانيين لغاية ما الحمولة تكمل فحضرتك خدت أول خمسة باكت ورحت بعتهم ايه حطت عليهم نقلتهم ببرتوكول الـ TCB فلازم توديهم في طريق معين لازم ترسم لهم روت يعني هو الحمولة اللي انت بعتتها دي مش لازم لها مصار معين تمشي فيه مين المسؤول عن تحديد المصار اللي هتمشي فيه؟ البرتوكولات الموجودة عندي في الـ Network layer ففي الـ Network layer في اللحظة دي بتقول له طيب بص يا سيدي انت العنوان اللي انت جاي منه مين؟ وعايز تروحني فين؟ فبتاخد العنوان بتاع الجهاز بتاعك عشان لما حضرتك يترد عليك تعرف ترجع الرسالة بتاعتك ولما حضرتك ولما حضرتك تيجي تبعت رسالة يعرف يوديها المين؟ فعنده عنوانين دلوقتي في الـ Network layer عنوان الرجل اللي أرسل الرسالة دي وعنوان الرجل اللي رايح له فدي المسؤولة عن رسم الطريق بتاعنا من؟ هنا لغاية ما توصل لغاية هناك هتعدي على كم راوتر في السكة ومن راوتر دا للراوتر دا لغاية ما توصلني لطريق دا فوصلت في الـ Network دي كويس بعد كده أنا رسمت لها الطريق وكتبت العنوان اللي أنا هتروح له فيه layer تانية مش مسؤولة على نقل الـ Data غير من الأجهزة اللي مجورة لبعضيها مجرد بس الأسلاك تاخد من الجهاز دا للجهاز دا أو في الـ Wireless تاخد من الموبايل بتاعك تودي للـ Access Point أو من الـ Access Point تتودي للراوتر من الراوتر تتودي للسنترال هي الأجهزة المتصلة جنب بعضها هي ما بتفهمش غير إيه غير فيها فبيبقى فيه عنوين غير عنوان الـ IP دا بتعامل بيه في اللحظة دي فبدل ما كنت بتعامل بالـ IP Address لا بتعامل بحاجة اسمها المج أدرس أو عنوان الجهاز اللي أنا هنقل له الـ Data انت هتنقل مثلا من جهاز رقم واحد لجهاز رقم اثنين فما عندكش غير عنوان جهاز رقم اثنين فقط اللي مجور ليك ما يهمينيش عنوان الجهاز رقم ثلاثة اللي انت هتعد عليه في السكة أو رقم اربعة يهميني الجهاز اللي جنبي بس يبقى البرتوكولات الموجودة هنا هوت البرتوكولات مسؤولة عن نقل الـ Data للأجهزة اللي إيه المجورة لبعضيها فقط آخر ليا عندنا الـ Data بتاعتنا اللي ما بقتش في صورة Data بقت في صورة bits الترجمت لصورة signals السيجنال اللي هي ايه بقت ماشية ساعتها في الأسلاك بغية ما توصل للجهاز التاني اللي بيستقبلها بعد ما خدت الرحلة الطويلة بتاعتها وتبدأ تترجم من بيتس تترجم برضو لايه تبدأ تتجمع تاني ويتحط لها العنوين اللي حضرتك حطتها في الـ Link layer تقراها وفي الـ Network layer يقرأ العنوان وكل العنوان من دولة تقرأ ايه الباكت لغاية ما يوصلها الـ Application هيفهم ان حضرتك وتطالب موقع معين يبدأ يبعثه لك وهكذا تبدأ تمشي الرحلة ماشي؟ يعني بشكل كده الـ Messages اللي حضرتك كتبتها في أول layer على مستوى الـ Application layer بيحصل لها كابسوليشن أو بتتغلف حضرتك غلفتها فهتحط لها هيدر عنوان عشان يعرف العنوان دوت من خلالها مين اللي باعتها ورايح المين ويبدأ في الغلاف دوت أبدأ أحملها على العربية العربية ديت هتبتدي تبدأ تنقلهالي تمام؟ فإما العربيات اللي أنا جايب هندفع فيها مبلغ محترم فهي هتطمن لنقل البضايع بشكل ما يبوزهاش وتبقى reliable يعني وصلة بشكل سليم؟ يا إما أنا هعملها على حمولة أي كلام وهبعتها مع أي حد المهمة تتبقت وخلاص أنا طلعت الحمولة من عندها طيب كويس حضرتك حملتها وديتها عنوان المرسل والمرسل إليه فيبدأ يعمل لها كابسوليشن كده ويحط عليها عنوان الطريق اللي هتمشي فيه السواء اللي هو في العربية ده يهمه يهمه حاجة من الحمولة دي ولا يهمه يوصلها وخلاص؟ مهم بس عنوان هو وصلها فما يهموش هي الحمولة عليها إيه؟ هو يهمه العنوان اللي رايح حاله فتيجي في النتور كلير يسألك على حضرتك جايب الحمولة دي منين ورايح تيوديها فين؟ تمام؟ فطيب أنت عشان تروح النقلة دي لازم تعدي على السويتش ده الأول ثم السويتش ده الأول ثم وهكذا فتيجي الوظيفة بتاعت اللينك لير تنقل ما بين الأجهزة المجورة لبعضيها وتعمل لها عملية تحويل الإشارات كهربائية تقدر تتفهم من خلال الفيزيكا الميديم وتتنقل في الأسلاك لغاية ما توصل فيه عند الطرف التاني تفقنا يا شباب؟ فالطريقة بتاعتنا في نقل الداتا إن أنا بعمل كابسوليشن للداتا في كل لير وأبدأ في النحية التانية أفتح عملية الكابسولة ديت وأقرأ ruled يعني أعمل كابسوليشن في النحية دي واعمل دي كابسوليشن في النحية دي في السورس أنا بغلف وبحط عنوين في النحية التانية بأقرأ العنوان وبشيل الغلاف مأقرأ العنوان وبشيل الغلاف تفقنا يا شباب؟ فانا بصلت مثلا عند الفيزيكال لير جيالي الديتا بتاعت بصورة من البيتس جمعتها ودأت بعت لها للينك لير لقيت عليها عنوان العنوان ده بيقول لي ايه روح وديها للسويتش اللي جنبك اه خلاص استقبلتها روح وديها للمك ادرس اللي رقمه كذا العنوان بتاع الجهاز ده فوصلت للجهاز ده خلاص فيبدأ الجهاز ده بتيوصلها للنتورك لير الاي بي بتاع الجهاز ده كام الاي بي ده مثلا واحد دوت واحد دوت واحد دوت واحد فاقول له هو ده انت صاحب اللي هي الحمولة دي اخد فيه حمولة جاي لك من جهاز رقم كذا تفضل استقبلها فيبدأ الى عنوان يتشال تمام ويبدأ الراجل المسؤول عن نقل البيانات دي يفكها في صورة من السيجمانت تانية يجمعها تاني بعد ما كان مقطعها يبدأ يجمعها لك في القطع اللي كانت متقطعها ومشية في الطريق دي تتجمع واحدة ثم تانية لغاية ما تكون معلومة المعلومة دي هتتقري عن طريق مين عن طريق الابليكيشن لير تفقنا يا شباب أرجو ان تكون الموجوع ده وصل لكم بنسبة صغيرة حتى على الأقل لغاية ما لانه ده هيقتل بحسا ان شاء الله فين في الشابتر الجاي تفقنا يا شباب حسنا في اللحظة منements بتدي اسم للداتا بتاعتها في الوقت ده فهنا الداتا بتاعتي لازالت بتسمى داتا طيب انت حضرتك نويت تقطعها بقى وتحملها على عربيات بعد نتقطعت الداتا هل لسه لازالت تحمل لفظ داتا المسج بتاعتك لازالت تحمل لفظ داتا لا انا عندي هنا الداتا بتاعتي بقيت عبارة عن سيجمند عبارة عن مجموعة من الاجزاء اسمها سيجمند فانا كل جزء من مجموعة الداتا على حدة يعني اططعتوهم دولة بقى مجموعة سيجمند خدت كل سيجمند اديت لها رقم فالسيجمند رقم واحد فيها مثلا البت من اول زيرو لغاية ايه عشرة السيجمند رقم اثنين فيها من اول حداشر لغاية عشرين السيجمند رقم ثلاثة فيها من اول واحد وعشرين لغاية تلاتين مثلاً، يبقى أنا قطعت الداتا بتاعتي في صورة الأجزاء دي في الترانسبورت لير اسمها إيه؟ اسمها سيجمن، رحت للنتورك لير، اطلقت عليها النتورك لير لفظ داتا جرام، يعني إيه الداتا جرام يا شباب؟ يعني مجموعة من السيجمنت لها عنوان معين، أنا حطيت عليها عنوان السورس وعنوان الديستنيشن، فالداتا جرام مجموعة من السيجمنت جيالي من الترانسبورت لير، عليها إيه؟ عليها عنوان الراجل اللي أنا هرايح له وعنوان الراجل اللي أنا اللي بعتها إيه، فدي لفظ الداتا في النتورك لير اسمها داتا جرام، طيب لما تتنقل لللينك لير، الداتا جرام بتاعتي هتبقى في صورة فريمز، فالفريمز هي مجموعة من الإيه من الداتا جرامز، الداتا جرامز مجموعة من السيجمنت، السيجمنت مجموعة من الإيه من البتس اللي موجودة عندي في الابليكيشن، مجموعة من الداتا. ماشي يا شباب؟ نعم قد اختلط عليه الأمر أو عايز نقلها مرة أخيرة كده هوت، هذه المسج بتاعتي، بدأت تتقطع، بقت اسمها سيجمنت، حطت لها هيدر، سيجمنت رقم واحد، سيجمنت رقم اثنين، سيجمنت رقم ثلاثة، بعد ما قطعتها كده هوت، بدأت أديها عنوان عملت، حطتها في أجزاء، وكل جزء كتبت عليه عنوان المكان اللي أنا جاي منه، وعنوان الرجل اللي أنا رايح له، بعد ما عملت الحركة دي، طبعاً العنوان هنا بيختلف عن العنوان هنا، العنوان هنا ده عبارة عن IP، زي ما هنعرف إن شاء الله في شابتر ثري، العنوان هنا عبارة عن MAC Address، فأنا خدت هذا العنوان وروحت كتبت فيه الطريق بتاعك هيمشي إزاي؟ هنا بقى الجهاز التالي اللي أنت هتروح تودي ليه Data، فده اسمه إيه؟ Header لل Data ديت، الهيدر اللي بتحطي على DataGram، بيسمي عندنا الجزء ديت في صورة إيه؟ ها، اسمها في اللحظة ديت، تمام؟ هنا بقى آخر لير اسمها Bits بقى مش مش قضية، فده شكل تاني بيوصف لنا الرحلة بتاعت، ال Data بتاعتنا أو المسج بتاعتنا من أول Source لغاية Destination، فأكيد السورس ده ممكن يكون جهاز كمبيوتر، وال Destination جهاز شرحه أو Server، فأكيد عليه Operating System، وال Operating System دوت إيه؟ في هاردوير، بعد كده هوت فيه كابلات بتوصرني بالRegister Router، طيب، فأنا عشان أبعت المسج بتاعتي بتبعت المسج للترانسبورت، بيروح يعستعها لسيجمنت ويحط لها Header، وبعد السيجمنت ينزلها للنتورك، ويسميها DataGram، ويحط لها Header، بيبعتها لل Link Clear، ويحط لها Header، وبتسمى Frame، بيبدأ تتقطع لمجموعة من البيتسو، وتوصل لمن؟ توصل لأول جهاز يقابله، ممكن يكون سويتشا أو ممكن يكون روتر، السويتشات عندنا ما بتشتغلش في اللير رقم واحد ورقم اثنين فقط، السويتشات اللير العادية، أما السويتشات الراوترات، بيبقى عندها فكرة الراوتنج، فيبقى شغالة معايا لغاية اللير رقم ثلاثة، فعندنا اللير رقم واحد واثنين وثلاثة موجودة فيها، تمام؟ بيبدأ الداتا بتاعتي توصل لغاية الـ Destination، بنأول الـ Physical Layer لغاية الـ Link، وتبدأ تتقري عند الـ Application بتاعك الـ Destination، معيش يا شباب؟ أرجو لن رحلة الـ Data Date أو المسجد جديد، والتقطيع بتاعتها تكون تفاهمت، بغاية ما نعرف كل بقى لير من دولة بتشتغل ازاي؟ بالتفصيل في الموديول بتاعها إن شاء الله، بغاية الـ طيباً، طبعاً بكده يبقى شبطر 1 الـ History هن... الـ History طبعاً حاجة مش عليكم مش حطاة بس احنا... كان هناك سلايد كده أنا بس ضيفهم. بص يا شابب. احنا عندنا بندرس في المنهج بتاعنا حاجة اسمها الانترنت موديل أو الانترنت ستاك. لكن في موديلز كانت موجودة قبل كده. اه في موديلز كانت الائيزو موديل أو الوس اي موديل دو. ده كان ظهر قبل ظهور الانترنت موديل وما انتشرش الانتشار بتاع الانترنت موديل. ايه يفريقه عن الموديل بتاع الانترنت؟ ظهور تم دمجهم في الانترنت موديل. اللي هما البرزنتيشن والسيشن. يعني هو سبعة لييرز. اللييرز ديت عبارة عن الفيزيكال واللينك والنتورك والترانسبورت. بالاضافة للسيشن ليير والبرزنتيشن ليير اللي هما رقم كام? خمسة وستة. تمام؟ دولة تم دمجهم في الابليكيشن ليير. وبقيت دول كلهم ليير واحدة اسمها الابليكيشن ليير. لأنه هو أساسا شغلهم بيندلك تحت الابليكيشن ليير. بيعملوا إيه البرزنتيشن والسيشن دي ده. التو لييرز دولت واحدة منهم اسمها البرزنتيشن ليير. نسؤولها بقى عن إيه؟ يعني تفسير الداتا بتاعتك. بتترجم لك البيانات بتاعتك. فبتعمل نوع من الانكريبشن والديكريبشن. بتتم فيها عملية الكمبريشن والإكستراكشن. فأي داتا حضرتك بترقيلها بالابليكيشن ليير بيبدأ تترجم البرزنتيشن يترجمها بقى إيه؟ يضغطها يشفرها. طي المهم إنه هو بيعمل معها إيه؟ تحويل أو ترجمة للمعنى بتاعها. إما بيضغطها عند السيندر والريسيبر بيعمل لها إكستراكشن. أو بيعمل لها إنكريبشن عند السيندر والريسيبر بيعمل لها ديكريبشن وهكذا. طيب السيشن دي مسؤولة عن عملية ما بين البيانات وبعضها. يعني حضرتك ممكن تكون فاتح موقع في اللحظة ديك، تمام؟ فاتح الصفحة دي، تمام؟ دي في اللحظة اللي أنا فاتح فيها مصراوي.com ده كده أنا فاتح سيشن ما بيني وما بيني. أي حاجة بعملها أو أي تنقلات ما بعملها أو أي بنقلها، تمام؟ دي اسمها إيه؟ إن أنا ببتح سيشن جديدة أو يعني بعمل لودينج السيشن. فالمرحلة اللي أنا فتحت فيها الجلسة أو أدرت فيها الجلسة أو مسؤولة عن إدارة الجلسة بتاعتي هي السيشن إيه؟ ليه؟ بتعمل إي ديك؟ طبعا ضمن الناس اللي بتعمل حاجة يعني مثلا بتكتب اليوزرنين والباسورد بتوعك. هو بيسألك عليهم كل شوية هل لو أنت روحت لصفحة تانية كده هو وجيت فتحت. ومثلا أنت كنت عامل لوجين على الإيميل بتاعك وقرأت الرسالة رقم واحد وبعد كده عايز تقرأ الرسالة رقم اثنين. هيسألك تاني عن إسمك إيه؟ والباسورد بتاعتك إيه؟ الكلام ده ما بيتمش ليه؟ لأنه هو خزن على مستوى السيشن بتاعته تمام؟ اليوزرنين والباسورد بتاعه. فأحيانا في بعض الأتكر يعمله سيشن هيجاكينج يعني يسرق السيشن بتاعتك ويستغلها بيكلم بها السيرفر اللي أنت كنت بتكلمه ويكمل كأنه هو أنت. عشين؟ فدي يبقى السيشن ديت مسؤولة عن السينكونيزيشن ما بين الـ checkpoints وبعضهم ما بين الـ points أو data recovery أو الـ exchange of data. يبقى تم دمج الـ two layers دولت في الـ application layer لأنهما تقريبا بيقوموا بنفس الدور اللي بنتقوم بهم الإيه؟ الـ application. بالنسبة للـ wire shark ده application بيعمل عملية إيه؟ data capture أو capture للـ data أو data analysis بيعمل بـ capture data بتاعتها زي ما هي مبعوطة ويبدأ إيه؟ يحللها. data دي بقى جاية من الجهاز رقم كام رايحة للجهاز رقم كام تمام؟ ويبدأ بتتكلم الجهاز ده بيكلم ده بأنهي برتكول فراح ينادي الجهاز اللي اسمه واحد راح يتكلم جهاز رقم اثنين على برتكول رقم كذا. فبتبدأ تفهم الـ data اللي بتتباعت من وإلى في الشبكة بتتم نقلها هزيه؟ طبعا لو كانت encrypted طبعا الـ wire shark ما بيجيبهاش كلها. هلازم حضرت بالاستعانة بقى بالإيه؟ ببرامج تانية تعمل decryption data عشان تقدر تحللها بشكل سليم. بغاية هنا احنا هنا الموديول رقم واحد. أرجو ان يكون وصل لكم بشكل نفهوم. واللي عنده اي اسئلة شباب يتفضل. شكرا دكتور. تمام. طيب. استخدامكم بس نوقف الـ recording اللي عنده اي سؤال خارج السيشن نبتدي نشوفه بس. شكرا بكم بشكل نشوفه بشكل نشوفه بشكل نشفه بشكل نشفك